في آية بتعمل مشكلة عند بعض الناس أمان جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية البعض بيتخذ من الآية دي يقول إذا كان الرب معين ناس للحياة الأبدية طب خلاص يبقى حيجبني حيجبني طبعا أعتقد أن هذا في تطاول لأن المعينين للحياة الأبدية هو عرفهم الرب لكن جانب المسئولية أنا مسئول علي أن أخذ قراري لكن لما حاجي للرب أخذ قراري راجع إلى عقله أو إلى نفسه وقال إلي خليني وأرجع إلى أبي لما يرجع الشخص اللي يحتاج إلى نعمة الله لما يرجع إلى الله سيكتشف أنه لولا نعمة الله اللي عينته للحياة الأبدية لولا أنه جيل الرب يسر المسيح لكن الكلمة الله بتحط كل إنسان قدام مسئوليته وأنا أعتقد أن جانب نعمة الله وجانب مسئولية الإنسان عاملين زي قاضي بين السكة الحديد اللي ما بيتقبلوش أبدا أحيانا إن الإنسان بيحاول يخليهم يتقبلو هم مش هيتقبلو جانب نعمة الله الله عنده نعمة وجانب مقاصد نعمته حتى تام لكن أنت مسئول وحتى الرسل وكتابات العهد الجديد ما بتحولش يتوفق بين الموضوعين دولا لما بيتكلموا عن المسئولية هي مسئولية ولما بيتكلموا عن نعمة الله هي نعمة الله أنت مسئول لكن نعمة الله هي اللي بتجذب الإنسان قال الإسبرجن كيف توفق بين نعمة الله ومسئولية الإنسان فقال أنا لا أوفق بين صديقين فما فيش تعارض أنت مش قادر تفهمها النقطة التقابل لكن الله فهمها وعليك أن تسلم بمسئوليتك وعليك أيضا أن تسلم بمطلق سلطان الله في الاختيار والنعمة نعمته السيادية الله مش مستنيك أنت تختاره عشان لا الله عين أناس للحياة الأبدية بس أنت كمان مسئول أنك تتجاوب وعشان كده قلت أن عدد 46 يتخذ جنب 48 48 آمن الذين كانوا معينين للحياة الأبدية عدد 46 حكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية ودفعتموا عنكم مش عايزين واحد قال لما المؤمنين حيروحوا السماء الترنيم هتكون مستحق أنت أن تأخذ المجد والكرام لكن الخطال اللي حيروحوا جهنم حيقولوا مستحق مستحق أنا كل خاطف جهنم حيقول مستحق أنا لأن الرب بوجه لي نعمته وكلمني وأنا اللي رفض أنا استحق اللي أنا فيه ده